يظهر عملياً أن قوى العملية السياسية دخلت في نفق صراع لا مخرج منه إلا بسقوط مدون لها نظراً لعدة عوامل على رأسها الأزمات الإيرانية واحتدام صراعها مع أمريكا وكذلك الضغط الشعبي الممثل بثورة تشرين عادل عبد المهدي ومحمد علاوي إثنان ثالثهما عدنان الزرفي شهدوا استعار نار الخلاف السياسي فلم يصمدوا أمام هذه العاصفة أقيل الأول فالثاني والثالث على الطريق فما إن أعلن برهم صالح عن تكليف الزرفي حتى سارعت أقوى الكتل إلى الاعتراض عليه مثل كتلة دولة القانون وميليشيا بدر وصادقون بزعامة الخزعلي وعطاء بزعامة فالح الفياض والفضيلة الرفضون للزرفي بحسب مصادر يقودون حراكا واسعا لدفعه إلى الاعتذار عن التكليف أو تركه يواجه مصير محمد علاوي في البرلمان ويؤكد ناشطون في التظاهرات أن معارضة تحالف الميليشيات للزرفي ليس موقفا مبدئيا مشيرين إلى أن وسائل إعلام الأحزاب والميليشيات الفاسدة تتمسح بموقف المتظاهرين وتدعي حرصها على مطالبها على الرغم من قمعها لتلك التظاهرات التي أكدت مرارا على ضرورة رحيل جميع هذه الأحزاب والميليشيات ليبقى السبب الأبرز لمعارضة الزرفي هي أنها تعتبره محسوبا على الأمريكيين على حساب مصالح طهران أما المؤيدون للزرفي مثل كتلة سائرون والنصر بزعامة العبادي وتحالف القوى بزعامة محمد الحلبوسي يصرون على تمرير حكومته لأنها تحقق مصالحهم وبين الرافضين والمؤيدين للزرفي يأتي الموقف الشعبي الثابت رافضا للعملية السياسية بأكملها ويبحث عن حكومة منبثقة عن توليفة وطنية لا أمريكية ولا إيرانية